اهلا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم تتابعوننا من داخل فلسطين او من خارجها في حلقة جديدة برنامجكم حال السياسة ارحب بكم وارحب بضيفي في الستودي لهذا اليوم الدكتور حسام زملوت مسؤول في مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح دكتور لأهمية الشأن الدولي في هذه الايام وما حقق من انجازات ايضا يجب الخوض فيها ونتحدث في تفاصيلها اخرها اعتراف دولة الفاتيكان بدولة فلسطين ولقاء سيد الرئيس بقداسة الحبر الاعظم البابا فرانسيس طبعا وتقديس لرهبتين فلسطينيتين في تقرير للزميل ابراهيم ابو كبر نعرض اللقاء والاحتفالية وما دار فيها ايضا ومن ردود افعال اسرائيلية حولها في هذا التقرير ثم نعود نبدأ حلقة النقاش اعلن البابا فرانسيس اليوم قداسة الراهبتين الفلسطينيتين ماري غطاس ومريم اليسوع بمشاركة اكثر من الفي شخص من فلسطين والجليل والاردن الى جانب الالاف من الحجاج من الوطن العربي ومختلف انحاء العالم البابا فرانسيس خلال استقباله الرئيس محمود عباس يوم امس في حاضرة الفاتيكان وصف الرئيس ابو مازن بانه ملاك السلام وقد تم رفع علم فلسطين لاول مرة لوصول رئيس دولة فلسطين لحاضرة الفاتيكان واعلن استعداده لتوقيع اتفاق مع دولة فلسطين وهو ما اثار غضب الحكومة الاسرائيلية وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين والكرسي الرسولي وعلاقة الصداقة التاريخية والقوية بين الطرفين واستمر اللقاء الخاص بين الرئيس عباس والبابا فرانسيس عشرون دقيقة حيث تبادل الهدايا من جانبه اكد الرئيس محمود عباس همية تزامن اعلان تقديس الراهبتين الفلسطينيتين من قبل البابا فرانسيس مع ذكرى نكبة شعبنا في العام 1948 الامر الذي يعزز وحدتنا ويؤكد باننا شعب واحد نسعى معا لبناء فلسطين المستقلة والحرة على قواعد المواطنة المتساوية وعلى الاسس الروحية والانسانية السامية واهتمت وسائل الاعلام الاسرائيلية بشكل كبير وبالغ بتصريحات بابا الفاتيكان فرانسيس والتي وصف فيها الرئيس محمود عباس بانه ملاك السلام ولوحظ اهتمام وسائل الاعلام بالتصريحات واحتلت العناوين الرئيسية لبعض المواقع الاخبارية العبرية منها يدعوت احرانوت ومعاريف وموقع القناة العبرية الثانية كما وضع بشكل عاجل على بعض المواقع قبيل نشره باخبار اخرى مفصلة واعتبرت وسائل الاعلام الاسرائيلية رفع علم فلسطين للمرة الاولى في الفاتيكان بانجاز اخر للفلسطينيين على الساحة الدبلوماسية وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوسائل الاعلام الاسرائيلية بتعليقات الاسرائيليين خاصة من اليمينيين الذين هاجموا البابا ووصفوه باوصاف مختلفة رسميا انتقدت اسرائيل قرار الفاتيكان للاعتراف بفلسطين كدولة ورأت ان مثل هذه الخطوات لا تخدم عملية السلام وانه لا مجال للحلس والمفاوضات المباشرة سفيرة دولة فلسطين في ايطاليا ميكيلي اكدت ان وصف قداسة البابا الرئيس محمود عباس بملك السلام هام ودقيق ويأتي في مرحلة هامة مؤكدة ان اليوم يعتبر يوم وطني فلسطيني في روما واضافت كيلا ان خطاب الرئيس محمود عباس في ايطاليا كان هاما جدا واكد من خلاله حرصه الحقيقي على السلام لافتة الى ان هناك حضور فلسطيني من الخمس قارات مجددا مشاهدين الكرام ومع الدكتور حسان زمنت نبدأ النقاش اولا ان يقول قداسة البابا عن سيد الرئيس بانه ملاك السلام في وقت رئيس وباما يتحدث عن ان حل دولتين لم يعد قائما في اخر مقابلة له مع قناة العربية الحدث وان المشكلة تكمن في عدم وجود ثقة واخذ يبرر بان حكومة اسرائيل بشكلها الحالي ثم اعتداده بحماية امن اسرائيل والتزامه بقامة دولة فلسطين الا انه على المستوى الدولي والاوروبي نلمس لاعترافات المتزايدة سوى برلمانية او على مستوى المجالس البرلمانية او على مستوى دول ثنائية مثل اخرها دولة الفاتيكان دولة الفاتيكان ورمزية اللقاء وما اثاره من سخط في اسرائيل كيف نوضحه للشعب الفلسطيني؟ نوضحه من السخط الاسرائيلي وواضح ان اسرائيل تهتز لان اسرائيل اكثر جهة تعرف رمزية ومعنوية هذا الحدث الفاتيكان دولة والاعترافها بوعد سياسي وقانوني هام جدا ولكن الفاتيكان كيان له رأس مال اخلاقي ضخم يمثل مئات ملايين المسيحيين في العالم بما فيهم مسيحي فلسطين الفاتيكان لم تعترف فقط بالدولة الفلسطينية اي بالمستقبل الفلسطيني الفاتيكان اعترفت بالرواية الفلسطينية اعترفت بالتاريخ الفلسطيني الفاتيكان بدأت كما بدأ العالم وخصوصا الاوروبي يصحح ما فعلته اسرائيل وبالمناسبة جرائم اسرائيل من التهجير والاستعمار والقتل وترحيل شعبنا بنحتفل قبل يومين بذكرى النكبة ونحي الذكرى ونحي ذكرى النكبة والنكبة المستمرة التي نعيشها كل يوم هذه الجرائم ركبت على جريمة اكبر منهم كلها وهي جريمة تزييف التاريخ الصهيونية زية في التاريخ اعادت كتابة واستنساخ التاريخ وصنعت من الصراع على انه صراع بين المسيحيين واليهود ضد المسلمين على انه هناك جديو كريشن كالشور وعشان هيك عندك في الولايات المتحدة واوروبا فريق كامل اسمه الصهاينة المسيحيين واعادت كتابة التاريخ اليوم ما يحصل في الفاتيكان هو تصويب لاكبر جريمة حصلت في تاريخ الشعب الفلسطين اكبر جريمة حصلت لنا هو تزييف تاريخنا من قبل اسرائيل طيب دكتور ان يمثل كما قلت بانه مئات ملايين المسيحيين اكثر من مئة وتسعين دولة يمثل بابا الفاتيكان لكن كيف سيسحب ذلك على المقدسات المسيحية الموجودة في القدس يعني احنا لمسنا في زيارة البابا العام الماضي كيف تم التعامل مع دولة فلسطين يعني حتى بروتوكوليا ولوجستيا كم تم ترسيخ الدولة حتى في القدس يعني احنا ظللنا نقول بانه هذه الزيارة لفلسطين لانه فعليا القدس الشرقية عندما توجه اليها قداسة الحبر الاعظم كانت لعاصمة دولة فلسطين وان لم نملك سيادة امنية وسيادة على الارض لكن كيف سيسحب ذلك على الاتفاقات في ادارة او العلاقة ما بين المقدسات الموجودة زي كنيسة القيامة وارتباط او الجثمانية او غيرها مع دولة فلسطين هناك اتفاق والاتفاق الذي سيوقع الان هذا الاتفاق تم التفاوض عليه لسنوات عديدة بين فريق فلسطيني بقيادة الرئيس الفلسطيني وفريق من الفاتيكان وكان البابا على الطلاع هذا الاتفاق مفصل في كل هذه الحيتيات هذا الاتفاق يتفاوض مع الدولة مع الهيئة المسؤولة عن القدس وهو اعتراف ضمنه بالدولة وحدودها وعاصمتها الفاتيكان يفرق بين الديجوري اي الامر القانوني وبالتالي قانونيا القدس لنا الفاتيكان يتعامل اننا نحن من لنا السيادة في القدس ولكن دي فاكتو بمعنى الامر الواقع الاسرائيلي هناك احتلال لاسرائيل واحتلال بقوت السلاح هذا الاتفاق يفصل تفاصيل حاجات الفاتيكان من هذه الممتلكات والكنائس وما شابه وتعاملنا ومصلحتنا واستراتيجيتنا كدولة فلسطين بان نحافظ عليها بان نعطيهم كل ما يطلبوه بما يتعلق بسياساتنا ونحن نعتبر ان الوجود المسيحي وجود اصيل من دولة فلسطين هم الشعب الفلسطيني وبالتالي هناك تلاقي في المصالح ولهذا تطويب السيدتين الفلسطينيين هو ايضا جزء من تصحيح التاريخ لان تزييف التاريخ جاء على ان الموضوع مش موضوع انه فيه مسيحيين فلسطينيين بالمناسبة في الصورة العام النمطية في الغرب لا يفكر انه فيه مسيحيين فما بالك اليوم الفاتيكان بقول انه هدول المسيحيين هم المسيحيين الاوائل هم المسيحيين الأصليين هي أصل المسيحية وبالتالي نعم هناك اتفاق مفصل حول هذه الأمور وفي الاتفاق هو اتفاق بين دولة ودولة ولهذا جنة جنون الإسرائيليين في السابق كان بين دولة وبين منظمة التحرير الاسرائيلي وليجدر بنا أن نلفت الانتباه بأن إسرائيل كانت استموتت لأن تحصل هذا الاتفاق بينها وبين دولة الفاتيكان واسمحي لي أختي أميرة أن هنا أن أشكر التواقم الفلسطينية التي عملت على هذا الموضوع حقيقة من وزارة الخارجية وتواقمها من دارشون المفاوضات وتواقمها من المختصين الفلسطينيين كثر على مدار السنوات أرفع لهم القبعة لأنها كانت معركة كأي معركة حرب شوارع حقيقية إلى أن وصلوا إلى هذا الاتفاق المشرف دكتور اليوم مدينة القدس ونحن نتحدث عن السيادة الضمنية القانونية بحسب القانون الدولي وهذه الاعترافات أيضاً أريد أن نتحدث عن الاتحاد الأوروبي في هذا السياق فيما نتحدث نحن بهذا النسق وما يجري دولياً وما يقوم به الأوروبيين ودول صديقة تأتي وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية بأن تقرر الوزيرة الجديدة في حكومة بن يمينة تانياه وميري ريغف أن تنقل مكاتب الوزارة من تل أبيب إلى القدس الشرقية الأحية الشيخ جراح في ما نرى تحدي لهذا الذي يجري على المستوى الدولي من ناحية أخرى أيضاً يحتفلون بتوحيد القدس وأن هذا أمر لا نزاع فيه وأنه من الناحية الإسرائيلية يعني كل ما يجري كما قلت الدفاكتو على الأرض أو الأمر الواقع على الأرض نحن أي الإسرائيليين من يملك زمام الأمور كيف سنتصرف إذا ذلك في وقت أيضاً لا في مفاوضات وأيضاً تعويلنا فقط على حراك مجلس الان الإسرائيليين يكذبون والإسرائيليين منافقون والإسرائيليين حقيقة يعرفون أن في أي سراع هناك أربع ميادين الأخلاقي وإحنا حسمناه اللي صار اليوم وبالأمس في الفاتيكان أيضاً حسم المسألة الأخلاقية البعد الأخلاقي للقضية بيننا وبينهم في البعد السياسي وحسمناه في الأمم المتحدة في 2002-2012 وفي البعد القانوني ومحكمة الجرائم واللي جاي بعد قانوني محسوم لقضية فقط هناك بعد واحد الأمر الواقع والإكراه والسلاح والسيطرة هاي إسرائيل تعرف هذا ما يغطيهاش للمدى الطويل هم عارفين في داخلهم لا يغطيها وإسرائيل أيضاً تعي أن لولا العالم لما قامت إسرائيل أكسوجين إسرائيل هو العالم أكسوجين إسرائيل هو هذا الدعم الغربي هي قامت بقرار دولي طبعاً قامت بقرار دولي ولم تقم فقط بقرار دولي هي استمرت بقرار دولي لحد اليوم كل رصاصة وكل صاروخ وكل طائرة بجيها من الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل تحصل على السلاح الغربي قبل أن يحصل عليه جيوش نفس الدولة هي حصلت على طائرة F-35 قبل البنتاجون قبل المارينز الأمريكي وحصلت على الصب مارينز الألماني أي الغواصات التي تحمل رؤوس نووية قبل الجيش الألماني إسرائيل محمية من الخارج على مدار السنوات ولهذا يهتز عرش إسرائيل كيف هم في حالة من التخبط حقيقة أنه كيف بهالنعوم الشديدة بدون استخدام العنف بدون الرصاص استخدام الحق المنطق القانون الدول العالم الكشف كشف إسرائيل كل اللي سوى الرئيس الفلسطيني خلال السنوات السابقة فهدوء شديد هو أنه سنوات طويلة ورواية إسرائيل إما الأخلاقية أنه مسلمين ضد يهود أنه المسلمين بكرهونا فقط نحن مخربين وإرهابيين مخبي زاكري ياس عرفات كان غير ذي صلح الشهيد ياس عرفات والإرهابي الأول ومحمود عباس الرئيس الفلسطيني الإرهابي الديبلوماسي شوفيها التعريف كيف يعني بدي يكون إرهابي وديبلوماسي دائماً بيحطوك في هذه الصندوق صندوق أمنية بيبعدوك عن الصندوق الأخلاقي والسياسي أنت مشكلتك الأساسينيك تكرهيهم المشكلة مش أرض ومش استعمار ومش حصار ومش حقوق سياسية ومش حقوق مدنية المشكلة أنه أنت لون شعرك غلط هذا اللي بيقوله أوباما يعني فيه أزمة ثقة الرئيس الفلسطيني بنهجه القيادة وكشفت للعالم وين المشكلة لعشرين سنة وإحنا بنتفاوض ونحاول بنقنع العالم أنه يا عمي هذول بدون بسلام يا جماعة هذول مختارين المستوطنات طب يا جماعة أشوفوا تضاعفت المستوطنات ثلاث مرات وإحنا بنحكي بالسلام العالم مش مصدق ودائماً العالم كان يقولنا أنه طب جربوا المرة الجاي طب استنوا الانتخبات الإسرائيل الجاي طب شوفوا حزب العمل الإسرائيلي بل كي يغير عنه طب شوفوا إحنا عشنا لعبة الوقت والانتظار كثيراً أنا وإنتي وكل جيدنا واللي سبقنا عشرين عام جربنا اللي سوى الرئيس الفلسطيني اللي حصل خلال خمس سنوات تعرف شوه انتقلنا منه إن إحنا بنواجه إسرائيل اللي حالنا والعالم متفرج لليوم رمينا الطاب بوين في المجتمع الدولي وقلنا للمجتمع الدولي من كل مين لإسرائيل يلا تفضلوا هاي إسرائيل ولما العالم واجه إسرائيل بدت تتكشف الأمور طيب خلينا نكري صار فيه هناك حقيقة توتر وأنا بدي أقول للمشاهد التوتر مش بين أوباما وبين نتنياهو وكأنه الموضوع شخصي هناك توتر بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لأنه لم يعد هناك وسيط ما فيش عملية نصب مغطاة اسم عملية سياسية وهناك مسارات بدأنا فيها اللي كشفت المسطور